السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم وقناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا حل الصفحة 22 من كتاب أشيطة رياضيات مضاعفات أعداد مألوفة 2 لسنة الرابعة ابتدائي إذن أتمرن أكتب قائمة مضاعفات 2 المحصورة بين 65 و83 و80 إذن قلنا أن مضاعفات 2 وحداتها كلها أعداد زوجية الوحدات ستكون 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 بغض النظر عن العشرات المئات أو الألاف قلنا الوحدات إما تكون 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 هذه مضاعفات 2 ومضاعفات 5 رقم وحداتها دائما يكون 0 أو 5 بغض النظر عن العشرات أو المئات أو الألاف دائما ننظر إلى الوحدات فقط أيضا عشرة تكون وحداته 0 أو إذن لا يوجد العشرات تكون الوحدات 0 إذن مضاعفات العشرات وحداتها 0 فقط مضاعفات العدد 5 وحداته تكون 0 أو 5 أما مضاعفات 2 فتكون وحداته إما 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 إذن قال أكتب قائمة مضاعفات 2 المحصورة بين 65 و83 إذن نبدأ ب65 هل هي من مضاعفات 2؟ لا لأن وحداتها 5 ثم العدد الموالي 66 إذن 66 من مضاعفات 2 ثم 68 ثم نضيف 2 تصبح 70 ثم 72 ثم 74 ثم 76 ثم 78 ثم 80 82 84 لكن قال المحصورة بين 65 و83 إذن 82 نتوقف ثم لا قال أكتب مضاعفات قائمة مضاعفات 5 المحصورة بين 93 و128 إذا قلنا مضاعفات 5 وحداتها كلها 0 أو 5 إذن 93 هل هي من مضاعفات 5؟ لا لأن وحداتها 3 إذن 94 لا 95 نعم 95 من مضاعفات 5 إذن 95 ثم نضيف 5 تصبح 100 ثم 105 ثم 110 ثم 115 ثم مئة وعشرون ثم مئة وخمسة وعشرون ونتوقف لأنه قال المحصورة بين 93 و128 ثم في الجزء الثالث قال يتنقل روبوت على الشريط العددي بدءا من الصفر باستعمار قفزات قدرها 15 خانة أحيط الخانات التي يمر منها إذن أول شيء من صفر ثم 15 ثم 30 معنى في كل مرة نضيف 15 ثلاثون ثم 45 ثم 60 إذن 60 قال أحيط نحيط على الخانات التي يمر منها ثم 60 ثم نضيف 15 خمسة وسبعون ثم تسعون ثم مئة وخمسة ثم مئة وعشرون ثم مئة وخمسة وثلاثون ثم مئة وخمسون لا يوجد عدد أكبر من مئة وخمسون لذلك نتوقف مئة وخمسون نتوقف فهم ثم رابعا من بين العداد الآتية أحيط الأعداد التي هي مضاعفات خمسة مضاعفات عشرة مضاعفات خمسة عشر مضاعفات خمسة وعشرون مضاعفات خمسون قلنا مضاعفات خمسة هي التي أو هي الأعداد التي وحداتها خمسة أو سفر إذن هذه مباشرة نشوف الوحدات خمسة إذن هي من مضاعفات خمسة الوحدات خمسة إذن هي مضاعفات خمسة الوحدات سفر إذن هي من مضاعفات خمسة الوحدات أربعة إذن ما هيش من مضاعفات خمسة الوحدات خمسة إذن هي من مضاعفات خمسة الوحدات 2 هي ليست من مضاعفات 5 مضاعفات 10 قلنا هي الأعداد التي وحداتها 0 إذن هنا الوحدات 5 إذن خاطئة ما هي من مضاعفات 2 ليست من مضاعفات 10 3,240 من مضاعفات 10 لماذا؟ لأن وحداتها 0 إذن نحيط عليها أيضا هنا الوحدات 0 إذن هذا العدد من مضاعفات 10 الوحدات 0 إذن هذه من مضاعفات 10 الوحدات 8 إذن ليست من مضاعفات 10 ثم مضاعفات 15 إذن لازم ندير المتتالية تعمل مضاعفات 15 إذن عندنا 15 30,45 ثم 60 ثم 75 ثم 90 إذن هذه من مضاعفات 15 ثم مضاعفات 25 إذن عندنا 25 ثم 50 ثم 75 ثم 100 ثم 125 ثم 150 ثم 175 ثم 200 225 250 إذن مضاعفات 25 دائما الوحدات تكون 5 أو 0 لأنها من مضاعفات 5 ثم مضاعفات 50 أيضا مضاعفات 50 الوحدات كلها تكون 0 لكن ليس دائما 125 ليست من مضاعفات 50 200 نعم هي من مضاعفات 50 1650 من مضاعفات 50 لماذا؟ لأن وحداتها وعشراتها مضاعفات 50 ثم 175 ليست من مضاعفات 50 ثم 3325 ليست من مضاعفات 50 ثم 550 إذن الوحدات والعشرات من مضاعفات 50 ثم قال أوجد مضاعفا للعدد 10 أصغر من 86 والأقرب من 86 إذن عندنا 86 العدد الأقل المضاعف لعشرة معنى أن نضربه في عشرة إذن هو 8 إذن معنى أن عندنا 80 إذن 86 محصورة بين عشرتين ليه 80 وتسعون معنى ثمانية في عشرة أو تسعة في عشرة مفهوم؟ إلى هناك وخلص معنا فيديو تعلينها اليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر